بيقول الرسول بولوس برسالة كورينتو ستيني بيقول سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة وفي زمن الكورونا ما فينا نقبل بعضنا البعض لكن هيدا الوصية يلي قدمها الرسول بولوس هي هالتعليم هيدا بيعكس مبدأ كتير مهم هو انه يجب انه نعبر عن محبتنا بعضنا لبعض والمحبة بتظهر بالمصالحة بقبول بعضنا البعض وبأمور عديدة فنعم يمكن اليوم ما فينا نعطي بعضنا البعض قبلة مقدسة لكن فينا نطبق الوصية انه نحب بعضنا البعض بقلب طاهر ونقي وفينا من خلال مفهوم المحبة نعيش المحبة من خلال رسالة مشجعة على الآخر او من خلال الكلمة فيها تشجيع او من خلال الفيسبوك او من خلال التواصل الاجتماعي فضروري نستمر بانه نعبر عن محبتنا لبعضنا البعض بطرق واعية فيها وقاية صحيحة بطرق حكيمة من خير من اجل خير الآخر امين فبدي شجعكم ككنيسة انه نضلنا ونستمر بمحبتنا لبعضنا البعض حتى بهذه الظروف لكن بالطرق الصحيحة اليوم عيزتنا هي حياتنا العيزة اليوم هي اختبارات يلي بتعكس محبة الله لإلنا انتو بتعرفوا بالحياة في كتير قرارات مهمة مناخدها صح الدراسة اللي بدنا ندرسها التخصص اللي بدنا نتخصصه المكان مكان السكن وين بدنا نسكن وين بدنا نعيش الشخص اللي بدنا نتزوجه صحيح كل هذه قرارات مهمة جدا لكن اهمة قرار ممكن تاخده في حياتك هو قرار اتباع الرب يسوع المسيح ليه لانه هيدا القرار بيأثر مش بس على حياتك اليوم لكن بيأثر على مستقبلك ايضا بيأثر على الحياة اليوم وعلى الحياة الابدية فهيدا القرار ما حدا بيقدر ياخده عنك ولا اهلك ولا اصدقائك ولا جيرانك هيدا القرار قرار اتباع يسوع انت وحدك فيك تاخده لحياتك لنفسك لذيتك لخلاصك فبدي هنيك اذا اخدت هيدا القرار اذا بعد ما اخدت هيدا القرار اليوم خليك معنا كل هالخدمة اليوم لحتى تسمع اختبارات عن اشخاص اخدوا هيدا القرار لا تكتشف انه الصليب وقوة الصليب ما زالت تعمل حتى اليوم لانه رسالة الانجيل هي فيها قوة بقول الرسول بولوس لسته استحي بانجيل يسوع المسيح لان فيه قوة الله للخلاص والايامة ما زالت تعمل حتى اليوم في قلوب الناس ويسوع اليوم عم بيقيمنا من خطيانا وعم بيحررنا تنعيش حياة مقدسة له فبدي ادعي اصدقائنا خينا شربل هو راعي لكنيسة بالنبعة تفضل وخينا واختنا نور تفضل لي وخينا ظافر حتى نسمع عن قوة الله من خلال هالخدام وهالأحبة اهلا وسهلا فيكن معنا اليوم فخينا شربل بحب ابدأ فيك اذا ممكن تخبرنا انت مين خبرنا شي عنك اول شي صباح يسوع صباح الخير انا اسمي شربل شمعون من منطية بيزحلي بلبنان كبرت بهيدي العيلي وكنت بعيلي بشكر رب من اجله ولكن زوجت والرب اعطاني ولدين بنت حلو كتير اسمه ماري وصبي كمان حلو كتير اسمه مارون طالعي على اهله شكرا طالعين على اهله اشكر رب كتير على اغلى شخص بحياتي هي مردي يلي اتحملتني وكل هالسنين هلا تعرفوا ليش امين شكرا نور شو بتحب تقول عن حيلك بالبداية نور أسير من الجنوب بس خلقت وربيت بي بيروت بعدنا عزبة عزبة هاي خبرية حلوة بعدك عزبة عندك حرية تتنقلي وخبرية حلوة تتزوج فكلهم اخبار حلويين خينا زافر انت من لبنان انا من العراق من العراق متزوج عندي اولاد اثنين عمر الكبير وسليم الصغير وانا حاليا في لبنان مهلا سهلا فيك خينا شربل شو بتعمل بحياتك اليوم خبرنا عن خدمتك عن نشاطاتك مهلا تعرفوا انا من هالكنيسة الحلوية الجميلة يلي ربيت فيها وكبرت فيها انا برعى كنيسة بالنبعة تابعة لكنيسة الكيامة ولكن الفرع التاني هو بالنبعة بخطم أول شغلي بحب بشر كتير عن يسوع وهيدا الشي يلي دايماً بيدفعني اني انزل تحت جسر أو ويم ما كون معي كتب مكدسي وزع كتب مكدسي ودعيهون على الكنيسة وهلأ لما يجوا على الكنيسة باهتم فيهون وبحب كون بي روحي لقلهم لأنني انحرمت كتير من الأبوي والأمومي عشان هيك بحب اهتم فيهون ورعاهون وخبرهم أهم شي عن يسوع منعمل الزيارات ومنعمل خدمة كتير حلوة هي نهار الجمعة ونهار الأحد وعنا صفوف تلمزة كذلك الأمر بهالكنيسة الجميلة وكلكم بتعرفوها عمين شكرا للك نور عندك خدمة حاليا بالكنيسة شبت عملي عندك وظيفة خبرنا عنك شوي أنا سلي تقريبا سنتين ونص بخدم فول تايم بالكنيسة بالأخص مع الشبيبة بس تسمر حياتي بحيات ولأنه هني حيكونوا قادة المستقبل وأكتر بالنطاع الإدارة شكرا خينا زافر أنا أواضب بالاجتماعات الكنيسة كل زبوع بكل نشاط وثقة وعندي دروس بايتية بس لحد لانا ما حاضيت بالخدمة بالكنيسة الله كريم إن شاء الله كريم إن شاء الله كريم شكرا